غادرت بعثة عمرة المولد النبوي الشريف التابعة للقوات المسلحة إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة ضمت البعثة عددا من القادة والضباط وضباط الصف والمتقاعدين والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأسرهم وذلك وسط مشاعر إيمانية صادقة تملأها الفرحة والرجاء في إتمام المناسك والقبول من الله وتنفيذا لتوجهات القيادة العامة للقوات المسلحة باتخاذ كافة السبل لتيسير أداء المناسك للمعتمرين قامت إدارة الشؤون المعنوية بالإعداد والتجهيز الجيد لبعثة العمرة بدءا من إنهاء إجراءات الصفر والإقامة والتنقلات والإعاشة اليومية بالأراضي المقدسة وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للتيسير على ضيوف الرحمن